ومعنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف في متبعة للطورات الميدانية والمواقف الزميلة عماد الأطرش عماد هذا الموقف للإستخبارات البريطانية مرتبط بتطورات ميدانية كيف يمكن قراءة موازين القوى بين القوات الروسية وما تواجهه في الميدان الأوكراني؟ نعم روبير كما تعلم معركة سيطرة القوات الروسية على سبيل المثال على مدينة سيبر دونيتس وهي مركز مقاطعة اللوهانسك استمر تقريبا لأكثر من شهر بعد ذلك بدأت القوات الروسية تفقد زخم هجومها رغم سيطرتها اتباعا على مدينة لسيتشانسك المحادية بالضبط البيان أو التقرير لإستخبارات البريطانية الذي ذكرته أشار إلى نقص حاد في عديد القوات الروسية القوات الروسية تعمد إلى القصف المدفعي العنيف وهي ما تجيده في الفترة الأخيرة خاصة في المدن الرئيسية المتبقية في عيد القوات الأوكرانية سلوفيانسك كراماتورسك وباخموت وجميع البلدات المحيطة بتلك المدن القتال في دونيتس يبقى على حاله لا تقدم كبير يعني بيان رئاسة أركان القوات الأوكرانية صباحا هذا اليوم لم يشر لم من قريب ولا من بعيد إلى مسألة سيطرة القوات الروسية والقوات الانفصالية الموالية لها على مدينة أو بلدة سيبيرسك وأشار إلى أن البلدة تتعرض أيضا للقصف المدفعي وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى أن البلدة لم تسقط بأيدي لا القوات الموالية لموسكو ولا القوات الروسية ليلا روبير كان هناك قصف عنيف صاروخي على مدينة نيكوبول في مقاطعة دنيبرو بيتروبسك وهي مدينة تتعرض في الأيام الأخيرة إلى قصف مدفعي صاروخي كبير إلى جانب مدينة دنيبرو وهي مركز المقاطعة بسبب وجود البناء التحتية الهندسية فيها صناعات هندسية خاصة فيما يتعلق بصناعة الصواريخ حتى الصواريخ التي كانت تحمل المركبات الخضائية في زمن الاتحاد السوبيتي ليلا كان هناك اتصال بين رئيس أركان القوات الأوكرانية الجنرال باليري زالوجني ورئيس هيئة الأركان المشاركة للجيوش الأمريكية جنرال مارك ميلي أشار إلى أن صواريخ الهايمرس استطاعت إحداث فرق كبير في المعارك وبأنها ساهمت في إحداث توازن مع القوات الروسية في قتالها للقوات الأوكرانية مباشرة من العاصمة كييف زميل عماد الأطرش وكل هذه المعلومات